بمناسبة اليوم العربي للمياه والذي تحتفل به الدول العربية سنويا في الثالث من مارس أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم محمدان وزير الشؤون الكهرباء والماء أن مملكة البحرين وضعت سياسات وأنظمة لضمان استدامة الإدارة المتكاملة لموارد المياه من خلال الاستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030 والتي تم سياقتها ومتابعة تنفيذها من مجلس الموارد المائية مشيرا إلى حرص مملكة البحرين على متابعة خطة تأمين المخزون المائي الاستراتيجي في حالات الطوارئ والتعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية في مجال المحافظة على موارد المياه من خلال الاستراتيجية المشتركة للأمن المائي في المنطقة العربية